بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم النهاردة عن سر من أعظم أسرار سورة النصر سورة النصر من الصور العظيمة والسريعة والعجيبة في النصر على الأعداء وأن ينصرك الله نصرا سريعا عاجلا من أول ساعة بإذن الله ومن أول يوم على من عادك وعلى من ظلمك وعلى من قهرك وعلى من زلك وعلى من كادك بسوء ومن صار في أزاك كل من مشى في طريق أزيتك من الإنس والجن والشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى مع سورة النصر فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك يوما أبيضا تقر به عينك ويوما أسودا على هذا الشخص من الإنس أو الجن أو الشياطين بإذن الله والنتائج فورية مية في المية كمان ده كده صار في أزاك ومن مقر لك المقر السيء قاعد عمال يمكر لك مقرا سيئا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ومكروا مقرا ومكرنا مقرا والله خيروا مكريين فالله سبحانه وتعالى مش هيسيبه هذا الشخص تمام كده كمان اللي أهانك اللي شتمك اللي عمال يتريأ عليك في الراحة وفي الجاية ومخلي نفسيتك تعبانة واللي أبكات قهرا ومش سابك في حالك بل عمال يضغط عليك أكتر وأكتر ويطلع يعني أسوأ ما فيك وانت ماسك نفسك بالعافية أيضا ومن أخذ حقك ومن أخذ مالك ومن أخذ منك أرضك وورثك برضك نصرا سريعا عجلا من أول ساعة بإذن الله كمان اللي تعبك اللي تعبك وجه على مجهودك وخده لي وأضافوا إلى إيه سجل هو وتسلط عليك وعلى من حسدك وصحر لك وعلى من خطط لك الشر وأضمر لك الشر وتكلم في حقك بما ليس هو فيك أيضا ستنان نصرا سريعا عليه بإذن الله سبحانه وتعالى وكل من تآمر عليك بإذن الله سبحانه وتعالى سترى فيهم عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وسيبتعدوا عنك للأبد بإذن الله سبحانه وتعالى وتنكشف وتنفضح أكاذبهم وألعبهم ومخططاتهم أمام كل الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى المهم أنت إيه عايز تنتصر نصرا سريعا عاجلا وكمان مع سر آخر لسورة النصر أقول لكم على دلوقتي رزقا واسعا وخضاء جميع الحوائج وتحقيق جميع الأمنيات والصراء والغنى ونيل كل ما تتمناه من الزواج والشفاء وتسخير والتيسير والهداية وصلاح الأحوال الموضوع ما فيش أسهل منه يلا بدنا ندقى ونقول أول حاجة الوضوء وثانيا رائحة جميلة تجملا مع الله وبعد ذلك نكون في استقبال القبل إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى للنصر على الأعداء ويأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وابعدهم عن طريقنا تماما وتنكشف ألعابهم وكل حاجة وناخد حقنا منهم ها ننوي النية لما نريد كله في هذه اللحظات ونقرأ صورة النصر بعدد مئة وواحد وعشرين مرة مئة وواحد وعشرين مرة في جلسة واحدة نقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحان الله وبحمد الله سبحان الله العظيم استغفر الله هنقرأ هذه الصورة المباركة مئة وواحد وعشرين مرة في جلسة واحدة بإذن الله سبحانه وتعالى ونقرأها في أي وقت من اليوم بإذن الله وينفع نقررها لأكثر من ثلاث أيام أو خمس أيام أو سبع أيام حسب ما أنتم حابين وممكن نقررها أكثر من ذلك بس يعني أنا بقول خلوها سبع أيام كويس جدا إن شاء الله بإذن الله والفيديو الخاص يعني حطيت الفيديوهين مع بعض الخاص بقضاء الحوائج ودوه طيب رأحة طيبة واستقبال القبلة وصلاة ركعتين ونقرأ بعد بإذن الله سبحانه وتعالى ما خلصنا الركعتين أستغفر الله العظيم وقتوب وليه واحد وعشرين مرة الصلاة عن النبي واحد وعشرين مرة استعاذوا بسماله وقراءة سورة النصر أربعين مرة ونسأل الله ما نريد بعد ما قرأنا سورة النصر أربعين مرة وبعد كده بندع ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا عايزينه وبقى نختم بالصلاة والسلام عن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشر مرات دي نقدر نعملها في أي وقتين اليوم أيضا ونقدر نعملها إن شاء الله بإذن الله أكثر من يوم وممكن نعملها في العذر الشرعي زي الأولى برضك بتاعة النصر على العداء نقدر نعملها في العذر الشرعي بإذن الله سبحانه وتعالى بس نكون يعني متوضئين استحبابا لجلب الطاقة الإيجابية وتعالى الطاقة السلبية الوضوء فيه أنوار كثيرة 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 استحبابا نبدو استحبابا عشان خطر الكسل والدي والاكتئاب اللي بيكون عند المرأة أو إن أنا عندي خمول تمام وإن شاء الله بإذن الله نوازب على دي مثلا أسبوع أكثر برحكم المجربة التانية أربعين مرات وتلنصر نوازب عليها زي ما إحنا حابين ويفضل في الطريقة الثانية لصورة النصر أن نقرأها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة ركعتين نقرأ في الرقعة الأولى الفاتحة وسورة الشرح وفي الرقعة الثانية نقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى استحبابا بإذن الله سبحانه وتعالى وربنا يكرمكم وننصركم على عدوكم وهتشوفوا مع صورة النصر عجائب قدرة الله من أول ساعة من أول ساعة من أول ساعة في ناس نكحت معهم من أول ساعة وفي ناس نكحت معهم من أول كم ساعة وناس نكحت معهم من أول يوم والطريقتين ناجحتين ومؤكدتين وهي من أسرار العارفين برب العالمين وهي كنزة من الكنوز افعلها في أي وقت تكون حاسس فيه أن أنت محتاج أي حاجة من ربنا اقرأ الأولى للنصر والتخلص من الأعداء سريعا ويقرأ الثانية للفوز والتمكين والتسخير والشفاء والمال والحصول على المال من خزائن الأهل الواسعة وأيضا النصر على الأعداء وكل ما تتمناه إن شاء الله بإذن الله وإذن الله في العجب العجاب بإذن الله سبحانه وتعالى في يعني كل أمور حياتك مع صورة النصر هتلاقيها في الطريقتين دول مش هتلاقي حاجة براهم إن شاء الله بإذن الله شاملين كل حاجة النصر 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 لا تنسوا النصر بإذن الله سبحانه وتعالى والدعاء بالنصر إن شاء الله بإذن الله حتى على الصحراء حتى على الأعداء حتى على كل من يقف في طريق نجاحك ادعي أن ربنا ينسرك عليه من الإنس والجن والشياطيت وأتمنى إن شاء الله بإذن الله لكم الخير والفرح والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته